السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل حب والتقدير لجميع المتتبعين في المكان في هذا العالم راكم عزاز وغالين بداية تقبل الله مننا ومنكم ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير شكرا لكم بحجم السماء شكرا الناس لتفصلت معي في الواتساب شكرا الناس لإخلات لي تعليق داخل القناة وتتسأل وتتقول في المشات الجوهارة وصوصا وأن الحدث كان كبير والحدث كان يستحق الحفوة داخل الوطن وخارج الوطن خروج الدكتورة راديا العزيزة الغالية الأقلبي لا يمكن أن يدوزهاكك ولكن شاءت الأقدار قلت ما قلت غادي نمشي نستقبل شي بطل ولا شي أيقونة نضال لتخرج للطوارئ بدليل قاطع شحال هذه ملاحظة حتى فيديو لأن الطريق كان ماشي بإرادتي وصدقوني لأقول لكم حاجة ما كرأت نعنق الدكتورة راديا نيابة عنكم لنستخل الوطن وخارج الوطن اللي تحبوها تسيدها تحبوها لا لشيء إلا اللي بتسمتها العريضة تحبوها لأنها عطت لكثير البلاد ولكن مع كامل أسف دكتورة راديا تتستحق منها كل حب والتقدير تنعطى تدروليك اختراضية ما عرفناش كيفاش خدين ديروا في ديك المحنة دلنا الدعوات دلنا خرجات ولكن لحكمتي الربانية ما كتابش أنك تعتنقي الحرية لعلهم خير إحنا تبنينا شر ولكن لجينا الحقيقة الله سبحانه وتعالى منين يورينا ليش الدكتورة راديا تم الاعتقال ديالها لهذه المدة هذه الحمد لله سبحانه وتعالى نقول لله ما في السجن ولا تكون شي حاجة اللي ما يمكنش نصرتوها بالمرة السجن هو مؤسسة تربوية اللي اختت تود تنتمنى أنها تكون تعالت بمقامها ليقوا بمقامها تنتمنى أنها تكون خرجة وما تكونش منهارة وتكون نفسية تحت السفر لمحنا بيناتلك لمكانة ديال المقاربة صدقيني الدكتورة راديا أن كل شي جاتوهز سيريا لك كل شي ما عارب كيفاش يدافع لك أنه والله العظيم تخليل تعليقات أول فيديو در تعليق كل شي يديك مياتك تتكلك واحد الحب والتعليقات يعني هني قال لك تنقول أشنو علاقتك مع الله سبحانه وتعالى ستتلقي الكبير وصغير تحبك يوتيوبر اللي يستحق تتستحق مننا نشجعوها وتتستحق مننا ويسام ملكي تتستحق مننا أننا نقوله هدوه من النساء المنادلات الحرات العفيفات لا أمن أبدا لا أمن أحدهم قدوة لأي وحدة تتستحق من قناة أردي بالك كوني بحال لالا رادية رغم أنها خطاط وتكلمت فاحد الملف المشؤوم ولكن معليش هدوك 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 الغلط ما زدنا فيها إلا حب حب وتنقول لك مهما أحسيتي أنك تغبنتك تنقوله ولكن والله العظيم وما تسنين يحلوه وهد العواشر أن المكانة ديالك في قلوب المغاربة تخل الوطن وخارج الوطن مكانة كبيرة تحبوك بزد وتيقدروك وتيحترموك هدوش اللي يخلاني تنقول الحمد لله عندنا نموذج ربه المثل الحمد لله أنا باقي الخير في البلاد مدام تكون هناك واحد تضامن المطلق ولا مشروط مع المواقف اللي تتحطو فيهم بعض يوتيوبر إيقونة نضال السيء محمد المديمي اللي اتهو تنفتخبرو به وتنقولو له سيرت ما سيرت نضال جالك ره المغاربة دائما وأبدا تبقى واحد النموذج جال واحد المغريبي الغيور على البلاد جالك مهما كان يوقع ومهما أنك حسيتي أنك ضلمتي أنك ما تنصفتيش ولكن الحب جال المغاربة تغطي على كل شيء فأنا وأمين بقضية واحدة أنني من يتنسمع من يتنقر مجرد تعليق تنقول الحمد لله كل شيء يهون مدام هناك واحد الحب مدام هناك واحد تقدير فعلاش غادي نتقلق مهما تكون الأزمات اللي كانت مهما يكون السجن مهما يكون اللي كان تتمحا علاش لأن الكلمة الطيبة عندها واحد الآثار كبيرة على القلب وأنا من هنا تنحي يا أخي السي محمد اللي في طانجة اللي خلالي تعليق وتتساءل في رغب تعلينا جوهارة هذا ما شاء الله عليه تستحق منا أننا ندعو مع الأخت دياله لتتعاني من سرطان وتأكدوا أن الدعاء تغير مجرى القدر وتأكدوا أن بمجرد أن نحن في هذا الأواشر ندعو مع الأخت دياله ربي سبحانه وتعالى غادي يفرج ذاك الهم المريض بمرض السرطان وانتم ما تتعرفوا أشنا هي هاد المعاناة ديال هاد المرض هذا عفاكم عفاكم فنترجاكم أنكم تدعو لنا مع الأخت دياله وشكرا لك بحجم السماء على أنك فكرت عليها وتتساءل لكي تدافع اللي خلاني ما درتش تفيديو خصوصا وأنني أنا من الناس اللي خرجوا بخرجة تكتار على الدكتورة رادية ماشي على قبل لتسنس لأن التحجة ما كيناش في القناة ما زل تتمشى ببطء تتمشى بحال سلاحبات ولكن خرج كتضامن كحب حقيقي دكتورة رادية والعائلة ديالها تنقول لكم من مدينة تارودان على سلام بنتكم وتنتمنى أن الدكتورة رادية تجندنا وتحتضلنا قبل ما تغادر هذا التراب الوطني رجائي في هذا العواشر أنني تنقول لك اختي رادية الدار ديالي دارك أجي تفوجي أجي تشوفي تارودان أقادير أخودي معاك اللي حبت خاطرك كين آمله وكين زعفران كين حاجة اللي قادي تدمط هذا الجرح هو واحد حب حقيقي من الأسرة ديالي ومن الجيران ديالي لكلهم تقول لك كاملهم رجل صغير ولا كبير تقول لك عن سلامتك الله يجعل لها آخر الأحزان ويا ربي معاك العواشر تبدل تلك الأحزان وكل المعاناة الأفراح والمصرات وشكرا لكم بحجم السماء الناس ديالنا اللي دائما وأبدا مع المظلوم فالله يكتر خيركم والله يجعل دائما والله يجعلكم دائما اليد اليوم المغاربة في مكان في هذا العالم إذن باش تأكدوا بأن الكلمة عندها وقع كبير على القلب قروها التعليق جلسي محمد لست أدري سيدتي الطيبة الكريمة كيف أشكرك على دعواتك الخالصة مع أختي المريضة والتي جعلت عيني تدمع من شدة فرحي وامتناني لهذا العمل القيم النبيل الذي يرفع من منزلتك ومقامك عند الله سبحانه وتعالى وعند متابعيك الكرام كما أني أشكرك أختي الغالي على هذا اللايف الراقي والمهم الذي كان يشمل مواضع قيمة مختلفة أهمها السلوك الإنحراف الذي يتشخص في بعض قنوات اليوتيوب الرخيصة والتافهة والتي قلبت كل الموازن وأعطت صدر للفساد والإنحراف والتفسخ وهمش الإصلاح والصالحين والمصلحين والذي يصبح لزاما على محاربتها والسئصالها ورصدها رصدا قيما وذلك بالتحدث عنها والتنديد بها والسنكرها لما لها من اختار وأوزار